برا وجوا وبحرا استعرض الجيش المصري أحدث أسلحته وقدراته القتالية خلال مناورة قادر 2020 المناورة تزامنت مع تدشير الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة برنيس العسكرية في جنوب مصر على ساحل البحر الأحمر القاعدة الجديدة تعد من أكبر القواعد في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم أيضا قاعدة بحرية المناورة شهدت محاكاة للمعارك القتالية وشاركت فيها القوات الجوية بطائرات الف 16 الأمريكية والميك 29 الروسية والرفال الفرنسية بالإضافة إلى حاملة الطائرات مسترال ارتباطا بطبيعة التاديدات والعدائيات الحالية والمنتظرة والتوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة ونتيجة لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأداء القوات المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها بالدفاع عن الوطن فيما أكد الخبراء أن توقيت المناورة يتزامن مع عدد من الاضطرابات التي تعيشها المنطقة الجيش المصري قادر على تحقيق وحماية أمنه القومي بل وأمن القومي للعربي والأمن القومي للإقليم لن يفرط في شبر من أراضي الدولة المصرية أو أراضي دولة شقيقة تتماس وتتلاحم مع أمنه القومي المناورة قادر والقاعدة برنيس عنوي يقرأها البعض على أنها رسائل مصرية بأن الرضع سيكون هو الرد على أي محاولة للمساس بأمنها القومي أحمد عثمان العربية من القاعدة برنيس البحر الأحمر